ومهم جداً نحن نتحدث في هذه اللحظات ونحن نتكلم على هذه المباراة دور جمهور النادي الآلي جماهير النادي الآلي دورها مهم جداً في هذه المباراة وهتكون اللاعب رقم حضو واحد مش هنقول اللاعب رقم 12 في المباراة لكن دايماً جمهور النادي الآلي بيكون اللاعب رقم واحد في ظل هذه المباراة الحاسمة والمباراة المصرية ونحن نتكلم على جمهور النادي الآلي كان فيه تصريح مهم جداً للعميد محمد دامورجان المدير التنفيذي للنادي الآلي اللي قال إن احنا بنصق في وعي جمهور النادي الأهلي أمام مواجهة فريق توينشيب العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي لنادي الأهلي قال إن عملية بيع تذاكر مباراة توينشيب البتسواني بيئة الجولة السالسة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا تسير بشكل جيد ومنذ الأمس الأحد بدأ عملية بيع التذاكر بعد الحجز عبر السيستم الإلكتروني من قبل جماهير النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي وقال العميد محمد مرجان إن جماهير النادي الأهلي عندها وعي كبير للخروج بهذه المباراة بالشكل اللائق وإدارة النادي الأهلي لديها ثقة كبيرة في جمهور النادي الأهلي خاصة أن هذه المباراة تأتي بعد فترة طويلة من توقف النشاط الرياطي نتيجة طبعا مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم ومباراة كأس العالم في روسيا العميد مرجان قال إن احنا بنناشط الجماهير بعدم السير وراء المهاطرات خلال المباراة وعدم الخروج عن النص والالتزام بتشجيع الفريق فقط نراهن على وعي الجماهير بعد كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العميد مرجان قال أيضا إن أبواب الأستاذ ستفتح أمام الجماهير من الساعة الثالثة عصرا وسيتم غلقها في الساعة الثامنة هنا مساء ويكون في شركة أمن متخصصة في دخول الجماهير وتأمين دخول الجماهير والمباراة بإذن الله في الساعة التاسعة مساء على استاذ برج العرب المباراة بحضور عشرة ألاف متفاقات